مرحبا بكم يا طلاب الأحباء كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون للقيام بنشاط مدرسي جميل؟ رائع نشاطنا اليوم عن حماية البيئة من التلوث انظروا إلى حديقة المدرسة هذه سنقوم اليوم بتنظيفها من النفايات ولكن قبل ذلك سأقوم بتصنيفكم إلى فرق الفريق ذو اللون الأزرق ستقومون بجمع النفايات الورقية الفريق ذو اللون الأخضر ستقومون بجمع النفايات الزجاجية وأخيرا الفريق ذو اللون الأحمر ستجمعون النفايات البلاستيكية مستعدون؟ رائع الآن يمكنكم البدء بتنظيف الحديقة والآن أريد من الفريق ذو اللون الأزرق وضع النفايات الورقية في سلة المهملات الزرقاء وأريد من فريق اللون الأخضر وضع النفايات الزجاجية في سلة النفايات خضراء اللون وأخيرا الفريق ذو اللون الأحمر ضع النفايات البلاستيكية في السلة الحمراء عمل رائع لا بد أنكم تتساءلون لماذا قمنا بفصل النفايات ووضعها بسلال مختلفة ما قمتم بفعله يا طلابي هو إحدى طرق حماية البيئة من التلوث فرمي النفايات على الأرض كما تعلمون من ملوثات التربة ونسمي هذه الطريقة بإعادة التدوير فبدلا من رمي هذه النفايات في الشارع والطرق أو حتى في المياه نقوم بجمعها وتصنيفها ثم يتم إرسالها إلى مصانع متخصصة بإعادة التدوير فالنفايات الورقية يتم إعادة صنعها وبذلك نستطيع استخدامها مرة أخرى وكذلك النفايات الزجاجية والبلاستيكية بالتالي يا طلاب الأحباء نقلل من تجمع النفايات وتلويثها للبيئة لذلك يقصد بإعادة التدوير هو إعادة استخدام النفايات والمخلفات لإنتاج مواد أخرى يمكن استخدامها مرة أخرى والآن يا طلابي أتعرفون طرق أخرى تساعد في حماية البيئة من التلوث؟ سأخبركم توجد طرق أخرى نستطيع استخدامها لحماية البيئة من التلوث فمثلاً نعلم أن دخان السيارات يسبب تلوث الهواء لذلك يمكننا وضع قطع تقلل خروج الدخان منها كما أننا نساعد في حماية البيئة من تلوث الماء وذلك من خلال معالجة المياه العادمة حيث تتم معالجتها وإعادة استخدامها ويمكنكم أيضاً يا طلاب الأحباء حماية البيئة من التلوث من خلال زراعة الأشجار وعدم قطعها وذلك لأنها تساعد في زيادة الهواء النظيف والمفيد كما أنه يجب عليكم استبدال الأشياء الضارة بأشياء مفيدة يمكن استخدامها أكثر من مرة كالأكياس البلاستيكية فهي ضارة بالبيئة ويصعب إعادة تدويرها أكثر من مرة لذلك يمكنكم استبدالها بأكياس من الورق المقوى أو الكرتون والتي نستطيع استخدامها أكثر من مرة إذن يا طلاب الأعزاء التنظيف ورمي النفايات في أماكنها المخصصة التقليل من دخان السيارات والمصانع معالجة المياه العادمة زراعة الأشجار وعدم قطعها واستخدام الأشياء البديلة أكثر من مرة جميع هذه السلوكيات تساعد في حماية البيئة من التلوث وبهذا تصبح البيئة آمنة ومكاناً مناسباً لعيش الكائنات الحية ونموها وبهذا نكون قد تعلمنا معاً بعض طرق حماية البيئة من التلوث وتعرفنا إلى مفهوم إعادة التدوير وتعرفنا إلى السلوكات الصحيحة للتعامل مع النفايات ترجمة نانسي قنقر